اخبار الان تلتقي زوجات مقاتلي داعش اللواتي هربنا من مدينة الرقى السورية داعش ينهار في اخر معاقله وقريبا اعلان الموصل محرر بالكامل وتحذيرات من نوعية جديدة من المقاتلين العائدين الى اوروبا اسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام واهلا بكم الى نشرة اليوم المفصلة من اخبار الان وكل عام وانتم بخير نبدأ هذه النشرة مشاهدين من الشأن السوري اذ اسقط القوات سوريا الديمقراطية طائرة استطلاع تابعة لداعش في مدينة الرقى قالت انها زودت بجهاز قاذف للقنابل وكانت متجهة لالقائها على نقاط عسكرية تابعة لهم يشار الى ان قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من اسقاط عشر طائرات استطلاع تابعة لقوات الاسد منذ بدء عمليات تحرير الرقى من احتلال داعش داعش لا يتسبب فقط بقتل البشر انما ايضا يدمر حياة الاشخاص والاسر الذين انضموا الى صفوف التنظيم مفادة ناجنا موسى زارت زوجات واطفال مقاتلي داعش الذين هربوا من مدينة الرقى وهم الان في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التفاصيل مشاهدين في سياق التقرير التالي حتى فترة قصيرة كان داعش الامر الناهي في شوارع الرقى لكن الادوار تبدلت الان بعد ان بدأت عملية تحرير المدينة هذا ما دفع العديد من زوجات مقاتلي داعش لمحاولة التسلل من الرقى والهروب الى تركيا الا ان قوات سوريا الديمقراطية القت القبض عليهم اولا يتواجدون الان في غرف صغيرة في مخيم للنازحين في منطقة عين عيسى هذه ايمان ام لطفلين تونسية الجنسية وزوجة مقاتل في داعش تقول انها خدعت بتنظيم داعش وانها ارتكبت خطأا كبيرا عندما تركت بلدها وتوجهت الى سوريا انت عذبت عند مهاجرات زوجي اللي ما كان في معسكر خليني عند مهاجرات في بيوت وما كانت عندي مصاري عملوني كذل عملوني معناها ما نحكي لك معناها ما تقولي مهاجرات رام وجايدين ويا لا لا انسانا ما عنداش مصاري يذلوها ليه عم تقولي عن المهاجرات ليه شو عملوا بالضابط يعني خاطر عنا حسبة اول حاجة الحسبة في المظافة كيف تضرب المهاجرات يزوجوا المهاجرات بس بغسبنا عندهم انا مثلا استشهد زوجي خارجوني من بيتي فورا فورا ويزوني على المظافة وما نزوج نقاط المظافة يقولونما رجعوني على بلدي يقول لك لا اخذوني زوجي صفر انا وزوجي وحرقوهم تعيش تلك النساء بمفردهن الآن في المخيم بعد ان قتل رجالهن في المعركة او القي القبض عليهم او فضلوا البقاء في الرقة للقتال نور الهدى لبنانية الجنسية من مدينة طرابلوس متزوجة من مقاتل تونسي تقول انها لا تريد شيئا سوى العودة الى وطنها واهلها انا بس بطلب انه بس ارجع على لبنان والله بس بتمنى حتى لو بسجنوا بلبنان بيسجنوني هنا انا قبليني بهذا الشيء بس مهم ما ضلوا هون الصراحة وافقت تلك النساء على الحديث امام الكاميرا بملئ ارادتهن بعضهن رفض الحديث والتصوير معنا فلم يجبرهم احد على فعل عكس ذلك كما ان المقابلات اجريت بحرية من دون وجود اي مسئول من ادارة المخيم معنا اللبنانية نور الهدى تقول انها تتوقع ان يكون هناك اكثر من مئة لبناني في صفوف داعش وانها احيانا كانت تلتقي صدفة بجيرانها واصدقائها اللبنانيين في شوارع الرقة اما بالنسبة للبغدادي فهي تقول انه خدعهم جميعا بس اطلعت مرة صليت فيها بالموصل وهيدي هي صرت امير المؤمنين وبقول لزنوده هني مثل الغنم هايدي بقول لهم يا هني غنم وراه وهني ما بيعرفوني واري ما حكي عن العقيدة كيف تتبعوا انسان ما حكي على العقيدة انا كنت غنمي كمان انا كنت مثلي مثلهم بس انا الحمد لله ربي انا واري اللي بصيرتي وعرفت كيف هو عرفت كيف لم تتردد ادارة المخيم بتزويد النساء باحتياجاتهن اليومية الا ان مشكلة الادارة الرئيسية هي مع النازحين السوريين في المخيم الذين حاولوا الهجوم عليهن وضربهن يتهم اهالي الرقة في المخيم داعش وزوجات مقاتلي داعش بانهم السبب وراء تشريدهم ودمار مدينتهم جينان موسى اخبار الان من مخيم عين عيسى شمالي الرقة عذرت الولايات المتحدة نظام الاسد مما غبت شن هجوم كيميائي جديد في سوريا بعد ان كشفت استعدادات محتملة للقيام بهذا الهجوم مضيفا ان الاسد وقواته سيدفعون ثمنا باهظا اذا استخدموا الاسلحة الكيميائية هذه المرة الى العراق حيث احكمت القوات الامنية العراقية الطوق الامني على مسلحي داعش في منطقة السرج خانف الجانب الايمن من مدينة الموصل وقالت قيادة الشرطة الاتحادية ان قواتها سيطرت على المركز الطبي الرئيسي لداعش في باب البيض واستولت على كمية كبيرة من الادوية ايام وتنفض الموصل غبار الظلم عنها وتشرق عليها شمس الحرية بعد بضع سنين من القهر التي عاشته ثانية كبرى مدن العراق منذ دخول داعش واعلانه الدولة المزعومة من على احد منابرها ما هي الا ايام وتعلن الموصل محررة بالكامل والحديث لقائد جهاز الوقوف ضد الارهاب العراقي فما تبقى لداعش الا كيلو متر مربع وهو ما تبقى لداعش داخل الموصل بعد سيطرة قوات خاصة على هدف حيوي في الموصل القديمة وعلى محور الرئيس لتبقى المرحلة النهائية التي هي الوصول الى النهر تفصلهم عن اعلان التحرير الموصل وبالتحديد هي المنطقة القديمة لن يبقى منها الا الشيء القليل الآن كل المحاور الثلاثة اصبحت على خط واحد وتحديدا على شارع الفاروق وان شاء الله العملية مستبرة وستنطلق الى المرحلة الاخيرة يعني المرحلة النهائية اللي هي الوصول الى النهر حي الفاروق في المدينة القديمة كان ابرز الاحياء التي تم تحريرها لما له من اهمية استراتيجية كمدخل للمدينة القديمة التي يتحصن فيها داعش فهو مقابل تماما لمسجد النور التاريخي الذي تم تدميره منذ ايام القوات العراقية تتقدم بصعوبة من ثلاثة محاور للسيطرة على المساحة الباقية من المدينة القديمة الا انها اصبحت على خط واحد فبعدما اشتازت منطقتين المشاهدة ورأس الجادة من الجهة الغربية ومنطقتين باب لكش وباب البيض من الجهة الجنوبية وهي تواجه مقاومة شرسة من افراد داعش الذين يقدر الجيش العراقي عددهم الآن بنحو 350 مقاتلا لم يبقى لداعش الا الهجمات الانتحارية للدفاع عن نفسه فقام باستهداف قوات الشرطة الاتحادية في عدة اماكن محررة البارحة السلة له عناصر معينة من هاي الاحياء اللي قلت عليها حي التنك والهرمات كذلك اليرموك وبعض الاحياء ولكن سرعان ما تم تطويقه وهو الآن محاصر ثلاث كيلومترات مربع على الضفة الغربية لنهر دجلة في الموصل مغطى بالأنقاط ودمار واسع اشتاح الأزقة الضيقة التي تشهد المعارك فيما لا يزال حوالي 100 ألف مدني محاصرون في مناطق احتلال داعش الذين اتخذهم دروعا بشرية لوقف تقدم الجيش الذي يحاول باستمرار فتح عدد من الممرات الآمنة أمام المدنيين لحمايتهم وتسهيل اقتحام المنطقة من جانبه قال الخبير الاستراتيجي والعسكري العراقي الدكتور معتاز عبد الحميد قال إن القوات الأمنية العراقية غيرت من خططها العسكرية مع تحرير مجمع الشفاء في مدينة الموصل مشيرا في لقاء مع أخبار الآن إلى أن الخطط التي اعتمدتها القوات الأمنية العراقية تتمثل في مباغتة مقاتلي داعش ليلا وفجرا وجعلهم في حالة من التشتد الذهني جراء الضربات الاستباقية عندما وصلت القوات العراقية بعد تحرير مجمع الشفاء وصلت إلى هذه النقاط الأساسية والاستراتيجية في هذه الأزقة الضاقي اختلفت عن المعارك السابقة والاسلوب القديم الذي يعتمد على الكر والفر في النهار والليل ولكن اعتمدت هذه الصيغة الجديدة هي محاربة العدو في أوقات الليل والفجر ونواغته وكذلك جعل دائما بحالة من التعب والإرهاق الذهني والتشويش الذهني من قوة الضربات العراقية لا ننسى الحرب مفتوحة للجانبين ولكن الذكاء الميداني يعتمد على قدرة القوات العراقية بإسكاة النيران المقابلة وكذلك التقدم خطوات وأمتار إلى الهدف المقصود بتحرير هذه البقية الباقية من هذه الأمتار بخصوصا باتجاه النهر واتجاه كذلك تحرير هذه الأماكن التي يتواجد بها بعض المئات من السكان المصالوة لنشرتنا بقية مشاهدينا ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير أحييكم من جديد في الشأن اليمني تمكنت جيش اليمني مدعوما بقوات التحالف العربي من أسر تسعة أفراد من ميليشيات الحوثي في مدينة مأرب بينهم قياديون وتمكنت قوات التحالف العربي من استهداف مقر اجتماع قيادات حوثية بارزة ما أسفر عن قتل عدد كبير منهم كما حققت قوات الشرعية مزيدا من الانتصارات على الأرض بسيطرتها على مخزن للأسلحة في محيط جبل هيلان عقب استعادة منطقة المخدرة إلى ذلك أسقطت طائرات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية كمية من المنشورات التوعوية على منطقة رازح القريبة من الحدود السعودية الشمالي محافظة الصعدة دعت فيها أبناء القبائل للوقوف مع الشرعية وتجنب مآسي ميليشيات الحوثي في الوقت الذي تشن فيه مقاتلات قوات التحالف العربي ضربات مكثفة على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في محافظتي تعز وسعدة التقرير أتالي مشاهدين والتفاصيل تحت سماء تختلط فيها المدافع مع أوراق المنشورات يعيش الشعب اليمني أياما صعبة في وسط تقاتل الحكومة الشرعية وقوات التحالف الدولي مع جماعات متطرفة وأفاد شهود عيان من أبناء القبائل بأن منشورات توعية أسقطتها طائرات التحالف العربي على منطقة رازح القريبة من الحدود السعودية شمال محافظة صعدة تحث أبناء هذه القبائل للوقوف مع الشرعية وتجنب مآسي ميليشيات الحوثي وتعلن فيها عن دحرهم للميليشيات الحوثية طالبين من المواطنين أن يكونوا عونا للشرعية ضد الحوثي وميليشياته ومحادرين التعامل معهم وعدم العبث بأهالي المنطقة في مشهد مشابه لطائرات التحالف العربي شنت الطائرات غارات مكثفة على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في محافظتي تعز وصعدة بالإضافة إلى محافظة مأرب التي شهدت في الأيام الماضية انتصارات للشرعية وإنجازات كان أبرزها قتل قيادات من الإنقلابيين بعملية نوعية القوات الشرعية المدعومة من التحالف استمرت في تقدمها على جبهة صرواح بمحافظة مأرب وفق المصادر التي أكدت سيطرة الجيش الوطني على مخزن أسلحة في محيط جبل هيلان بعد تمكنه من استعادة السيطرة على منطقة المخدرة وتكتسب السيطرة على جبهة صرواح أهمية عسكرية استراتيجية كونها تقطع العديد من خطوط الإمداد لميليشيات صالح والحوثي في مأرب وتزيد الضغط على المتمردين في صنعاء الأمر الذي سيسهل من عملية استعادة السيطرة على العاصمة كما قصفت تحالف مواقع للمتمردين شمال مديرية المخة بعد قيام المتمردين بشن قصف صاروخي على مواقع القوات الشرعية في المنطقة طبقاً للمصادر التي أشارت إلى أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحة في صفوف المتمردين وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا في بلاده بسماح بإنفاذ جزء من الحظر المفروض على سفر مواطني بعض الدول إلى الولايات المتحدة بأنه انتصار للأمن القومي واصدر القضاء حكماً بأن يسري الحظر مؤقتاً على المسافرين الذين ليس لديهم ما وصفه القضاة بأنها علاقات جدية بأشخاص أو كيانات في الولايات المتحدة ريثما يتخذ قرار نهائي في هذه المسألة دخول أفراد داعش إلى أوروبا الفارين من معركهم الخاسرة في مناطق الصراع شكل تهديداً أمنياً كبيراً للدول الأوروبية والمخاوف من وقوع هجمات جديدة تهدد الأمن الأوروبي تزداد كل حين مزيد من التفاصيل مشاهدين في تقرير الزميل ماهر أبو لبدا طلقت أوروبا تحذيرات كثيرة من خطر عودة الدواعش إليها وما يمكن أن يشكله الأمر من تهديد للأمن فيها ومخاوف من هجمات إرهابية جديدة تستهدف المدنيين الأبرياء وبطرق مختلفة ومتنوعة وذلك في ظل مؤشرات على تدفق متزايد للمقاتلين من مناطق الصراعات وخاصة في سوريا والعراق رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة جان بول لابورد قال أن أوروبا ستواجه هذا العام تدفقا لمقاتلي تنظيم داعش والذين يعتبرون أكثر خطورة من العائدين السابقين حيث أن الدول الأوروبية وضعت تقديرا بأن معدلات تدفق المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات ازدادت بنسبة الثلث خلال العام الأخير ومستويات التهديد أصبحت أكثر من السابق في غرب أوروبا بعد موجة هجمات أسفرت عن مقتل العشرات خلال العامين الأخيرين مما أخرج الشعور بالقلق في عدة دول انحيال قدرتها على حماية حدودها حيث حاولت دول أوروبية عدة فرد قيود سفر على العائدين من داعش في مناطق الصراع لمحاولة التخفيف من القلق ولو بالقليل وحدوث أي سلبيات جراءت دخولهم إلى الدول الأوروبية ولكن على الرغم من تلك القيود سيبقى لدى الدول الأوروبية عدد من المقاتلين الإرهابيين الذين سيتسللون على الأرجح عبر الحدود عائدين بذلك إلى دولهم الأوروبية وبخاصة مع شبكات التهريب وهنا يخطر في بالنا سؤال واحد وهو الأهم في هذه المرحلة ويمكن القول أنه من الصعب الإجابة عليه ألا وهو متى سيحدث ذلك وبأي وسيلة دهس المواطنين الأوروبيين أو الاعتداءات بالسكاكين أو بطريقة جديدة ابتكرها أفراد داعش ولم تعهدها أوروبا من قبل كغيره من الأعياد يأتي عيد الفطر لتستقبله مدينة درعا وهي بأصعب أوضاعها منذ سنوات عدة فالعيد جاء في الوقت الذي تتعرض له المدينة لحملة عسكرية من قوات الأسد إلى أن بعض الأهالي أصروا على قضاء العيد في مدينة درعا وصنع الفرحة للأطفال خلت مدينة درعا من أجواء العيد بعد أن حولت آلة النظام العسكرية شوارعها إلى ركام لتسرق ابتسامة الأطفال وتجبر أهلها على النزوح من منازلهم ساحة العيد التي كانت تعج بالأطفال أصبحت اليوم مليئة بقذائف النظام وبرامله إلا أن بعض المدنيين أصروا على البقاء في درعا لإعادة الابتسامة إلى وجوه الأطفال المتبقين فيها أنا كصاحب دكانة صاحب محل حبيت أحتفل بعيد رمضان بعيد الفطر السعيد وأنشر الفرحة على وجوه أولادنا اللي ما شافوا من حياتهم غير الدمار والقصف والخوف والرعب ومع ذلك مع أني تعرضت أكثر من مرة لقصف وإصابات حبيت أنشر الفرحة على وجوه أولادنا ما ظلش سكان بالحارة ولا أولاد صغار إلا قلة بنعده على الأصابع أرجوحة واحدة كانت كفيلة بإسعاد هؤلاء الأطفال في مخيم درعا في عيد الفطر على الرغم من الحملة العسكرية التي يتعرض لها منذ أسابيع عدة فالأزقة المزدحمة وألعاب الأطفال وعربات الحلوى أصبحت من الذكريات كان في عنا مرجحة كثير الحارة كانت مع بي مرجحة وفي مكان ليس ببعيد عن هذه الأراجيح تحولت هذه المنطقة إلى مقبرة يرقد فيها شهداء الحي الذين طالتهم قذائف الأسد فلقوا مصرعهم قبل بلوغهم العيد براء عمر لأخبار الآن مدينة درعا نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير بدانة الحامل تزيد من خطر التشوهات الخلقية عند الطفل أحييكم من جديد مشاهدين كرام ونتحول وإياكم إلى مهتراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجوالنا بين الصحف العربية مشاهدين لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الرأي الكويتية التي نطالع منها فيسبوك تخطط لإنتاج برامج تلفزيونية تتفاوض شركة فيسبوك مع وكلاء في استيديوهات هوليود في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنتاج برامج تلفزيونية أصلية من المتوقع يتم إطلاقها أواخر الصيف الحالي وأبدت فيسبوك استعدادها لتمويل كل حلقة من حلقات البرنامج المتوقع بمبلغ قد يصل إلى ثلاثة ملايين دولار واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية شركة هوندا تعلق نشاطها بسبب فيروس واناكراي علقت شركة هوندا العالمية للسيارات نشاطها في أحد المصانع خارج مدينة توكيو ليوم واحد نظرا إلى مخاوف من هجمات فيروس واناكراي على أنظمتها وأوقفت عمل كومبيوتراتها للتأكد من سلامتها ومن عدم وجود برمجيات خبيثة عليها لتعود بعد ذلك للعمل من دون أي خسائرات واذكار ومن صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين نقرأ لكم أبل تتصدر سوق الأجهزة القابلة للارتداء خلال الربع الأول من هذا العام كشفت أحدث بيانات صادرة على شركة أبحاث سوقية أن شركة أبل تمتلك أكثر من 53% من إجمالي الحصة السوقية للأجهزة التي يمكن ارتداؤها خلال الربع الأول من العام الجاري ما يجعلها على رأس قائمة وجاءت شركة سامسونج في المركز الثاني بينما جاءت شركة فيت بيت في المركز الثالث صحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنونت بين صفحتها لهذا اليوم جوجل توقف الاطلاع على بريد جيميل لإرسال الإعلانات قررت شركة جوجل التوقف عن الاطلاع على محتويات البريد الإلكتروني لمستخدمي خدمة جيميل لترسل لهم إعلانات تتماشى مع اهتماماتهم علما أن المجموعة الأمريكية تعرضت لملاحقات في هذا الخصوص ويشتكي المدافعون عن حماية البيانات الشخصية منذ سنوات من هذه الممارسات وقد أطلقت دعوة جماعية بحق جوجل في مدينة كاليفورنيا الأمريكية ختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية وانستجرام تختبر ميزة مهمة في مشاركة الصور بدأت خدمة مشاركة الصور والفيديو انستجرام اختبار طريقة جديدة لمشاركة المنشورات مع مجموعة محدودة من الأصدقاء وتحاول انستجرام من خلال ميزة المفضلة فافريتس تحسين خاصية قوائم الأصدقاء ما يشجع المستخدمين على النشر أكثر من خلال منحهم مزيدا من التحكم في جمهورهم نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها في الصحة وجدت دراسة حديثة أن ولادة الطفل بتشوهات خلقية كبيرة تكون احتمالاتها أكبر إذا كانت الأم بدينة خلال مدة الحمل التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم لطالما ربطت الأبحاث الطبية بين البدانة وبين زيادة احتمالات حدوث مضاعفات أثناء الحمل للأمهات وللأجنة على حد سواء ومؤخرا توصلت دراسة سويدية حديثة إلى أن مستوى البدانة بين النساء الحوامل يرتبط بزيادة احتمالات إصابة المواليد بعيوب خلقية خطيرة حللت الدراسة بيانات مليون ومئتي ألف حالة ولادة في السويد وتوصلت إلى أن احتمالات حدوث مشاكل صحية مثل عيوب خلقية في القلب وخلل في وظائف الجهاز العصبي وتشوهات الأطراف ترتفع وفقا لمستوى بدانة الأم في بداية الحمل وأشارت الدراسة إلى أن احتمالات الإصابة بعيوب خلقية خطيرة عند النساء ذوات الوزن الطبيعي تصل إلى 3.4% في حين أنها تتراوح لدى الأمهات البدينات بين 3.8% و4.7% وبحسب المشرفة على الدراسة فإن المرحلة الحساسة من نمو الأعضاء لدى الجنين هي الأسابيع الثمانية الأولى وخلال هذه المرحلة يلعب مؤشر كتلة الجسم لدى الأم دورا سلبيا ما يعني أنه من المهم محاولة الحفاظ على وزن أقرب ما يكون إلى الطبيعي قبل الحمل وفي السياق قال رئيس قسم أمراض النساء والتوليد في جامعة أوريغون للصحة والعلوم في بورتلاند بالولايات المتحدة إن الدراسة تؤكد أبحاثا سابقة ربطت بين العيوب الخلقية عند الموليد والبدانة وتوفر نظرة جديدة لاحتمالات تأثير مقدار الوزن الزائد لدى الأم على احتمالات إصابة الطفل بهذه المشاكل الصحية مشيرا إلى أن خفض الأم لوزنها قبل الولادة يقلل احتمالات حدوث المضاعفات حتى لو لم تتمكن من تخفيض وزنها قبل الحمل إلى المستوى الطبيعي وأضاف أنه يجب على جميع النساء بدء الحمل بوزن طبيعي وفي حال لم يتمكن من ذلك فإن اعتماد نظام غزاء صحي وممارسة التمرين الرياضية بانتظام مهم للغاية كشفت دراسة علمية حديثة أن التعرض لأشعة الشمس يطلق مركبة من الجلد يمكن أن يخفف من أعراض مرض الأكسيمان وقال العلماء أن نتائج التي توصل إليها تمهد الطريق للعلاجات الجديدة التي تحاكي أثار أشعة الشمس ويمكن أن تساعد المرضى على تجنب العلاج الخفيف الذي قد يكون له أثار جانبية ضارة على الجلد بعيدا عن الصحة وإلى الإمارات أعلن المكتب العلامي لحكومة دبي أنه من المنتظر افتتاح التكسي الجوي بشكل تجريبي في الربع الأخير من العام الجاري وقالت هيئة الطرق والمواصلات إنها تعمل لوضع المركبة الجوية حيز التشغيل في شهر يوليو تموز المقبل لتكون ضمن المواصلات العامة في المستقبل أعلنت أربع شركات كبرى للتواصل الاجتماعي تكاتف جهودهم لمواجهة التطرف عبر الإنترنت وكونت كل من فيسبوك وميكروسوفت ويوتيوب وتويتر منتدى عالمي للفضاء الإلكتروني لمواجهة الإرهاب قالوا إنه سيسمح لهم بمشاركة الحلول الفنية وكشف وإزالة المكون المتطرف على الشبكة العنكبوتية أطلقت شركة سبيس أكس الأمريكية صاروخها فالكون ناين من قاعدة في ولاية فلوريدا وأكدت الشركة أن الصاروخ الذي أطلق آخر مرة في شهر كانون الثاني يناير الماضي نجح في وضع قمر صناعي بلغاري للاتصالات في المطار ثم هبط بعد ذلك بنحو ثماني دقائق على متن سفينة غير مأهولة متمركزة قبالة الساحل الشرقي لولاية فلوريدا أكدت تقارير إسبانية وفرنسية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز اجتمع مع أسرة لاعب موناكو والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي لإقناعهم أن الفريق الملكي هو الفريق الأفضل لللاعب البالغ من العمر 18 عاما ويبدو أن هذه الأنباء هي التي دفعت فريق الإمارة الفرنسية لتقديم عرض لامبي لتحسين راتبه قبل ختام النشر مشاهدين هذا تفكير بما جاء فيها من عنوين أخبار الآن تلتقي زوجات مقاتلي داعش اللواتي هربن من مدينة الرقى السورية داعش ينهار في آخر معاقله وقريبا إعلان الموصل محررة بالكامل وتحذيرات من نوعية جديدة من المقاتلين العائدين إلى أوروبا بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين كرام بعد أقل من نصف ساعة في موجزة الأنباء كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر